اهلا بكم في هذا الاسبوع نبدأ جولة الاخبار من رسالة الملك الى رئيس اوغندا استقبل رئيس جمهورية اوغندا يويري موسيفيني الاثنين وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد حاملا رسالة خطية من الملك محمد السادس وشكل هذا اللقاء مناسبة لاستعراض اوجه التعاون بين البلدين وسبول تطويرها والمغرب رائد في مكافحة انتشار اسلحة الدمار الشامل هذا ما اكده مدير مكتب مبادرات مكافحة الانتشار بوزارة الخارجية الامريكية توماس زارزيسكي ونوه المسؤول الامريكي خلال اللقاء نظمته وزارة الشؤون الخارجية بطنجة بريادة المغرب في اطار المبادرة وجهوده لدعم مبادئها على مستوى القارة الافريقية وسفارة استرالية بالرباط اكد نائب وزير الخارجية الاسترالي تيموتس ان المغرب واستراليا رغم البعض الجغرافي يتقاسمان العديد من الاهداف ونوه في كلمته بحفل الافتتاح الرسمي للسفارة الاسترالية بالرباط بمستوى التعاون القائم بين البلدين والارادة المشتركة في مواجهة التحديات والمنتدى الأورو المتوسطي الخليجي يقام بالمملكة انطلقت الاربعاء بمراكش اشغال المنتدى الاقتصادي الأورو متوسطي الخليجي الذي ينظمه مجلس المستشارين وبرلمان البحر الابيض المتوسط ويشارك في المنتدى برلمانيون من أزيد من 30 بلدا إلى جانب مسؤولين في القطاعين العام والخاص وخبراء وأكاديميين ورجال أعمال وفعاليات المجتمع المدني وإلى انتخاب المغرب في منصب هام بالاتحاد الافريقي انتخب المغرب رئيسا للجمعية العامة الدائمة للمجلس الاقتصادي والثقافي والاجتماعي بالاتحاد الافريقي وخلال الانتخابات التي جرت بالعاصمة الكينية نيروبي انتخب رئيس الجمعية المغربية مفتاح السلام من أجل التنمية والتضامن رئيسا للجمعية العامة لولاية تمتد لسنتين وأخ النوش يمثل الملك في القمة العربية الصينية حل رئيس الحكومة عزيز أخ النوش الخميس بالرياض لتمثيل الملك محمد السادس في القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية وتعد هذه القمة آلية تعاون مهمة لتطوير سبل التبادل بين الجانبين ومواجهة التحديات والمتغيرات الدولية وإلى مالية 2023 صدق مجلس النواب على مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 في إطار قراءة ثانية وحدي المشروع بموافقة 102 عضوا مقابل معارضة 27 عضوا وتمت المصادقة على مشروع القانون بالغرفة الأولى للبرلمان كما أحيل من مجلس المستشارين بعض المصادقة على تعديلات تهم أساساً المدونة العامة للترائب ونختم بمواجهة المنتخب المغربي والبرتغال يواجه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم اليوم السبت منتخب البرتغال ضمن ربع نهائي كأس العالم 2022 بقطر ويحتضن ملعب الثمامة المباراة التي تشد أنظار العالم وتعقد عليها جماهير غفيرة آمالاً كبيرة في بلوغ منتخب عربي نصفاً نهائي شكراً على المتابعة إلى اللقاء